السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب اليوم راح اقوم بشرح الدرس الاول بالوحدة السابعة اللي هي الحياة الاقتصادية في الاردن طبعا هاي الوحدة سهلة كثير كثير راح نبلش ان شاء الله اول درس لهو الحياة الزراعية ورح نعطي عن تطور الزراعة ونحن نحكي كيف تطورت الحياة الزراعية في الاردن اول اشي راح نحكي عن الاهتمام بقطاع الزراعة وتطوره بوصفه قطاع اقتصادي مهم ليش؟ لانه الزراعة بتسلم فيه توفير الغداء وتعزيز الامن الغدائي كمان تطوير القطاعات الاقتصادية الاخرى من صناعة وتجارة كمان بتوفر فرص عامل طيب تطور الزراعة في الاردن اغلب اهالي شرق الاردن عملوا في الزراعة منذ عهد الامارة وظلت الزراعة لبعد الاستقلال حتى وقتنا الحاضر تمام؟ طيب لو اجهنا سؤال ما هو النشاط الاقتصادي الرئيسي للسكان بعد حصول الاردن على الاستقلال سنة 1946 راحكي اكيد الزراعة طيب اهم المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية اهم المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية انتشرت في عهد الامارة اللي هي المحاصيل الزراعية انتشرت في عهد الامارة زي زراعة القماح الشعير العدس الحموص الفول الأشياء هاي المنتجات الحيوانية لمشتقات الألبان الحليب الصوف الجلود طيب تراجع الانتاج الزراعي في الحبوب وزراعة الصيفية ليش لأنه تطورت قطاعات اقتصادية أخرى زي كيف بسبب هجرة السكر من الريف للمديني أدى ذلك إلى وجود اقتصاد أعلى كمان تراجع العمل في الزراعة وبخاصة الزراعة البالية طيب اتراجع العمل في الزراعة وبخاصة الزراعة البالية علل أو اتراجع العمل في القطاعات الزراعية في العقود الماضية ليش لأنه تطور القطاعات الاقتصادية الأخرى في الأردن أدى إنه كثير من السكان تهاجر من الريف للمديني بسبب هاي القطاعات حتى تشتغل فيها طيب الحكومات اللي تعاقبت على الأردن زي عهد الملك طلال عهد الملك عبد الله عهد الملك حسين كلهم كان لهم دور في دعم القطاع الزراعي من ناحية شو أو شو دورهم اللي قاموا فيه أصدروا التشريعات والقوالين ناظمين لهذا القطاع قدموا القروض للمزارعين والخدمات الإرشادية البيطرية عطوا مستلزمات لإنتاج الزراعي وحموه من كثير من الجمارك وجهوا للمزارعين أو وجهوا المزارعين نحو استخدام الأنظمة الزراعية الحديثة طيب نيجي لموضوع اسمه من إنواع الزراعة أو نيجي لموضوع كثير مهم بالزراعة زي الحصاد المائي إيش تعريف الحصاد المائي هو تجمع مياه الأمطار في المناطق الجافة خلال فصل الشتاء عن طريق السدود وعن طريق الحفائر الترابية طيب حسنا الحصاد المائي ما له تعريف بالكتاب هذا كان تعديل الوزارة عليه وهي أنا أعطيتك تعديل اللي إيجاء عليه طيب أهم مشاريع الحصاد المائي ننشئ السدود والحفائر الترابية المحافظة على المياه ننظم الآبار الارتوازية وشباب الآبار الارتوازية عبارة عن آبار إحنا الفلاحين نحفرها جنب بيوتنا عشان نجمع فيها مياه الأمطار ونظر نستفيد منها طول الصيف للشرب طيب نيجي لقناة الملك عبد الله إيش المعروف أو إيش هي قناة الملك عبد الله هي أول مشروع زراعي في منطقة الأغوار طبعا شقة على نهر الأمود في مطلع الستينات من القرن الماضي هذا التعريف يا جماعة ممكن يجي لك بأي عام شقة قناة الملك عبد الله أو أي نهر شقة عليه قناة الملك عبد الله أو إيش هو أول مشروع زراعي في منطقة الأردن أو في منطقة الأغوار طبعا كل بطوله من التعريف وواضح إن شاء الله طيب المنطقة التي أنجز فيها الأردن مشروع زراعي أو مشروعه الزراعي الأول اللي هي منطقات الأغوار بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هذا الدرس الثاني بالوحدة السابعة اللي هو الصناعة والتجارة في الأردن الصناعة والتجارة في الأردن بنشرح الدرسين مع بعض طبعا لأنه قلت لكم يا شباب برجع بقول المادة سهلة كثير ومش بحاجة لأنك تعقد حالك يعني لو درستها سهلة عليك تبع على الفيديو تبع على الأسئلة اللي أنا طارحيتها وإن شاء الله بإذن الله رح تكون الأمور طبعا أهم الصناعات في الأردن في هذه الإمارة أو قامت الصناعة في الأردن في هذه الإمارة على بعض الحرف اليدوية البسيطة لبداية الإمارة زي إيش؟ زي بعض الحرف اليدوية كالنجارة صياغة الذهاب والفضة النسيج والغزيل مطاحن الحبوب هي كانت عبارة عن صناعات بسيطة كيف شجعت الحكومات؟ طبعا نفس السؤال سألنا على الزراع الحكومات التي تعاقبت على أدن كيف شجعت عملية الصناع؟ خلينا نشوف يا شباب إنه كيف هي الحكومات المتعاقبة شجعت على الصناع؟ بقول في عام 1925 أقيم أول معرض زراعي صناعي في عمان عرضت فيه المنتجات الزراعية والصناعية إذن المدينة التي أقيم فيها أول معرض زراعي صناعي سنة 1925 هي عمان أو ممكن أقول لك في عمان أقيم أول معرض زراعي صناعي في أي عام أنت بدك تكون فطن هون لطبيعة السؤال طيب تطور قطاع الصناعات في الأردن بعد حصول الأردن على الاستقلال إذن بعد الاستقلال حصلت الأردن على كثير من الصناعات زيش توسعوا في تأسيس الشركات الصناعية ففي ذلك العام وصل عدد الشركات لـ 24 شركة في مجال المطاحن والأغذية والتنقيب عن الثروات الطبيعية ركزه هون يا شباب هاي ممكن تيجيك قدش وصل عدد الشركات 24 ممكن تيجيك في ضع دائرة تزايد المؤسسات الحرافية في المدن الأردنية الرئيسية كمان توالى الاهتمام بالقطاع الصناع عن طريق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتتالية ليش؟ لإعادة توزيع مكاسب التنمية للتقليل من البطالة وزيادة الانتاج وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإحنا شايفين الأردن كثير علاقة القطاع الخاص فيها قوية طيب بيّن دور القطاع الخاص في تطوير الصناعات الأردنية لأنه ممثل هذا القطاع في المجال الصناعي مصدر مصادر توفير العمل في الأردن علل هذا إيجاب الوزارة سؤال اللي هي نقطة رقم واحد السبب لأنها أسمتها المشاريع الصناعية الانتاجية الخاصة الصغيرة في تطوير معظمها لمشاريع كبيرة بالمستقبل وصار إلها مجال عالي ماشي يا شباب اللي هي عبارة عن نقطة حيث اتشكلت المنتجات الصناعية في السنوات الأخيرة ما نسبته شكلت تسعين بالمئة في مجمل الصادرات الوطنية وخاصة القطاع الخاص له دور كبير في الأردن أبرز التطورات في القطاع الصناعي الأردني أبرز التطورات في القطاع الصناعي الأردني تطور قناعة الصناعات التعدينية والتحويلية زي البوتاس والفسفات والإسمنت والزجاج اطورت صناعات الكيموية مقدمة صناعة الأدوية اطورت صناعة الورق والبلاستيك وقطاع الحياكي والألبسي اطورت صناعات الإلكترونية ينشأ عدد من المدن الصناعية المؤهلة من المناطق الحرة في مناطق محافظات المملكة أغلبها عملوا فيها هاي التطورة طيب أجل الاهتمام بالصناعة باستثناء العديد من مؤسسات الصناعية الدائمة لهذا القطع أذكر أبرز هاي المؤسسات اللي هي عملت على تطوير هذا القطع اللي هي بنك الانماز الصناعي ومؤسسة المناطق الحرة ومؤسسة المدن الصناعية والتعرفة الصناعية من المؤسسات الصناعية الدائمة للقطاع الصناعي اللي هي مؤسسة المناطق الحرة هذا إجاهم سؤال ضع دائرة أذكرها من المشكلات بواجهة القطاع الصناعي في الأردن ضعف راس المال اللازم للقيام بعض الصناعات تدني القدرة التناسف الصناعية صغر حجم السوق ارتفاع كلفة الاستيراد الأوضاع الإقليمي اللي كانت تحيط فينا كل هاي إلا دور في إنها خلت قطاع الصناع شوية بده دعم وبده تقدم شباب أنا ما كنت أقول لك هذي إجا وزارة أو ميجاش أغلب الأسئلة المطروحة هي عبارة عن أسئلة وزارة يعني مشان ما ظل أقول لك إجا مرة وإجا مرتين أغلب الأسئلة اللي لنا طارحية تهاي كل إيتها إجاة وزارة وبديش أظل أقول لك نظل نعيد في نفس الحكي إنه هاي المادة كانت بكتاب الثقافة العامة وكل هاي الأسئلة عبارة عن أسئلة وزارة مطروحة تمام طيب خلينا نكمل القطاع الثالث اللي كان عندنا يا شباب اللي هو قطاع التجارة من القطاعات الاقتصادية حكينا عن الصناعة حكينا عن الزراعة والتجارة وحكينا مع بعض الصناعة والتجارة حتكون مع بعض تطور القطاع التجاري بوصفه النشاط التجاري في الأردن في عهد الإمارة اتصف هذا القطاع بإنه ضعيف شوي لأنه الناس كانت في بداية عهد الإمارة لسه وما كان في عنا تجارة بشكل كبير طيب النشاط أو القطاع الذي وصفه في الأردن في عهد الإمارة بالضعف فهذا إيجا سؤال وزاري اللي هو بعيد أو القطاع الذي وصفه في عهد الإمارة بالضعف اللي هو القطاع التجاري نشطة التجارة في العردن بعد الحرب العالمية الثانية لأنه عمان كانت محط أنظار العالم كله وكمان لسهولة الإجراءات اللي كانوا مسهلينها أغلب الحكومات اللي تعاقبت على العردن بسبب هذا النشاط طيب أصبحت عمان محط أنظار التجارة في البلاد العربية ليش؟ لسهولة الإجراءات والاستيراد وتحويل العملات الأجنبية إلا من أبرز الاتفاقيات التجارية اللي نفذها الأردن مع الدول العربية تعفاء المنتجات المحلية من رسوم الاستيراد ونشاط تجارة الاستيرانزيت أو العبور بين الدول العربية المجاولة يعني سهل سهل أن نتاجر مع الدول العربية حولينا طيب يعد تبادل التجاري مع دول العالم من مرتكزات السياسة الاقتصادية في الأردن حتى تشجع الصناعات المحلية المنافسة في أسواق الدول يعني أنا لما بخفض على التجارة بخفض الرسوم تبعتها أكيد رح يصير التبادل التجاري أسرع طيب تبنت الحكومات المتعاقبة برامج إصلاحية حتى تنظم التجارة زي ما حكينا عن الزلاع وزي ما حكينا عن الصناعة لأن التبادل التجاري مع دول العالم يعد من مرتكزات السياسية الاقتصادية للدولة وبشجع الصناعات المحلية على المنافسة في الأسواق الدولية طيب من البرامج الإصلاحية لنظام التجارة التي تبنتها الحكومات المتعاقبة أو بيّن البرامج الإصلاحية كسؤال وزاري اللي إزالة القيود أمام منطقة روس الأموال جذب الاستثمار توقيع اتفاقية تجارات تجارية عدة بين كثير من الدول أكيد دولة عريقة زي الأردن لا يستوقع اتفاقيات اقتصادية أو اتفاقيات تجارية مع كثير من دول العالم وخاصة الدول العربية المجاورة عنا طيب عدة الاتفاقيات التجارية الوقعها الأردن مع الدول للتبادل التجاري في اتفاقيات بين كل دول العالم وقع الأردن خلينشوف اتفاقية انضمان الأردن للمنظمة التجارة العالمية على مستوى العالم كمان اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي طبعا اتفاقية الشراكة بين الأردن والدول العالم حتى اقتصادنا ينتعش طيب نيجي لكثير مؤتمر نسمع عنه له مؤتمر دافوس وسمعنا عنه قبل سنتين لمصارف البحر الميت وهو أصلا تعريفه سلسل مؤتمرات المنتدى الاقتصادي العالمي بدأت في 1971 في مدينة دافوس في سويسرا وصدافة الأردن في منطقة البحر الميت ثمن مؤتمرات من هذا المؤتمر طبعا عن طريق الملك عبدالله الثاني وكانت تايل اتفاقيات والمشاريع الاقتصادية داعمة للأردن طبعا لو قلني عرف المنتدى الاقتصادي العالمي هو نفسه مؤتمر دافوس ونفسه معك عن السنوات طيب الدولة التي تقع فيها مدينة دافوس هي سويسرا والمدينة التي بدأت فيها سلسلة مؤتمرات المنتدى الاقتصادي العالمي بال71 هي دافوس ولو سألك المنتدى الاقتصادي العالمي في أي عام في دافوس أنت بتكون حفظت التعريف وأي سؤال ممكن يجيب تقدر يتجاوبه طيب عرف دافوس مدينة دافوس تقع في سويسرا بدأ فيها عام 1971 سلسلة من المؤتمرات للمنتدى العالمي الاقتصادي واستضاف الاردن في منطقة البحر الميت جزء من هذه المؤتمرات والمشاريع وأسهمت في رفع عجلة التنمية أو دفع عجلة التنمية للأمام هون شباب أعرف المنتدى الاقتصادي العالمي هو نفسه مؤتمر دافوس اللي أعرفته قبل شوي طيب بين الانجازات اللي تحققها الاردن ومشاركته في مؤتمر دافوس استضاف الاردن في البحر الميت مؤتمرات حقق الاردن عن طريقها بجهود الملك عبدالله الثاني العديد من المشاريع الاقتصادية اللي أسهمت في دفع عجلة التنمية في الأردن طيب المنطقة التي استضاف فيها الأردن في مؤتمر دافوس للبحر الميت طرح الأردن النافذة الاستثمارية في مؤتمر دافوس في البحر الميت ليش؟ أو أذكر أهمية طرح الأردن للنافذة الاقتصادية في البحر الميت حتى يحقق الفائدة الأكبر من اتفاقيات يمنح الحق للاستثمار في الأردن حتى يمنح الأردن المستثمر يبدأ مزاول تعمله في خلال 14 يوم بهذا الميتمار كان يتعامل المستثمر من مكان واحد جهزة بالتقنيات والكفاءات البشرية حتى أنه يقدر المستثمر أنه يتعامل مع كثير من الأمور في هذا المنتدى طيب انشأت العديد من المؤسسات التي تعني بقطاع التجارة وتطويره في الأردن بدنا نذكر هاي المؤسسات اللي بتخص القطاع التجاري زي الغرفة التجارية المؤسسة الأردنية تطوير المشاريع الاقتصادية والمؤسسة الاستهلاكية المدنية ومؤسسة المصفات والمقاييس الثانية هذا الشعار اللي هو موجود عندك بالإنجليزي هون ممكن يجيبوه لنا إياه وقل لك إيش اسم هاي المؤسسي؟ المشكلات اللي بتواجه قطاع التجارة عجز الميزان التجاري الأردني ليش بسبب ارتفاع نسبة المستوردات وانخفاض نسبة الصادرات يعني لما الأردن تستورد كثير أشياء خلينا نعطيك مثال يعني تستورد الحليب من برة ومش قادر تصنعه كثير في الأردن فهون بصف عندي مشكلة الصادرات أكثر من الواردات عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة أي دولة بصير فيها حروب حوالينا أكيد رح تأثر علينا تحديث الانفتاح الاقتصادي وضعف المنافسي كثير مننا صار يعني أنه يعمل منتجات وصدرها السريع خارج أسباب عجز الميزان التجاري الأردني بسبب ارتفاع نسبة المستوردات وانخفاض نسبة الصادرات والإنتاج المحلي تعد تحديث الانفتاح الاقتصادي وضعف المنافسي هي إحدى المشكلات اللي بعاني منها أنه قطاع لهو القطاع التجاري وهي دائما أسئلة الكتاب لهو يا جماعة السؤال اللي تحت كل فقرة اللي باللون الأزرق شباب الله يرضى عليكم الطالب اللي بيدرس من دوسية في أسئلة باللون الأزرق في الكتاب موجودة بالكتاب إذا كانت مش مكتوبة عندك بالدوسية خذها من هون زي هذا السؤال تعد تحديث الانفتاح الاقتصادي وضعف المنافسة إحدى المشكلات اللي بعاني منها القطاع لهو القطاع التجاري طبعا في أسئلة باللون الأزرق في الكتاب برجع بنبه إليها في أسئلة ناقش إذا كان لها إيجابة بالكتاب بشيل كلمة ناقش وبكمل